مرحبا مشتركي سابورانات في الفيديوهات ان شاء الله سنصلحوا سلسلة من التمارينات على درس التيارات الهوائية والتكهونات الجوية بطبيعة خدمنا ملخص درس به برشا فيه معطيات عندها برشا معطيات في برشا صور دعم دونك حاولوا تفهموا التلخيص وننطلق في إصلاح التمارينات نبدأ بالتمرير الولاني أسر التعريف الضغط الجوي بتبيعة في الفيزياء رو التعريف مهمة برشا تحفظوا ما لخطر يجيكم في الدفوار إذن الضغط الجوي تعريفه هو الضغط الذي يصلته الهواء الموجود في الجو على كل جسم يلامسه متى تكون منطقة على سطح الكرة الأرضية موجودة تحت مرتفع للضغط الجوي إذن الطبيعة يجبنا نكتبه معناتها الإجابة كيف تكون تكون منطقة من الكرة الأرضية عندما تكون قيمة الضغط الجوي بها أكبر من ألف وخمستاش هاش بها لنك للضغط الجوي عندما إذن قيمة الضغط الجوي هاش بها معناها هكتو باسكال ولا متى تكون منطقة على سطح الكرة الأرضية موجودة تحت منخفض للضغط الجوي بتبيع علينا وقت تكون أقل قيمة الضغط الجوي أقل من ألف وخمستاش هاش بها إذن عندما السؤال الثالث نعتبر الخطوط المغلقة بالرسوم الموالية إذن عندي هنا المنطقة سيء والمنطقة هذه هي المنطقة بي إذن السؤال اللي هنا ماذا نسمي كل مجموعة من هذه الخطوط المغلقة إذن تسمى ولا نسمي كل مجموعة من هذه الخطوط المغلقة خالية وهي تتكون من خطوط تساوي الضغط الجوي إذن الضغط الجوي من خطوط تساوي الضغط الجوي من خطوط تساوي الضغط الجوي المنطقة البحث يجب أن تساوي الضغط الجوي يعني كله ينقترب تنخفض إذن هنا العلامة بمركز الخلية نحتاج بمركز الخلية يرتفع الضغط الجو حدث حالة الطقس في كل منطقة بالنسبة للمنطقة تحت مرتفع للضغط الجوي وبالتالي يكون الطقس جميل منخفض لضغط الجوي إذن يكون التقس متغير مع هبوب رياح سؤال G لدينا المنطقة هي موجودة تحت مرتفع للضغط الجوي هكذا لاحظوا أن الضغط الجوي أكبر من ألف وخمستاج مرتفع للضغط الجوي إذن التقس نجمو نقوله ربيعي وإلا جميل بالنسبة للمنطقة B إذن التقس اللي هنا متغير مع هبوب رياح تعدل الثمن ثنين في فترة زمنية معينة تعيشوا منطقة على سطح الكرة الأرضية تقسا متغيرا مع رياح قوية اختر من بين القيم التالية ألف وخمسة وثلاثين هكتو باسكال ألف وخمستاشن هكتو باسكال تسعمية وعشرين هكتو باسكال قيمة الضغط الجوي المناسبة لتلك المنطقة معللا جوابك هو شنو وصفها المنطقة قالي تقس متغير مع رياح قوية إذن الضغط الجوي المناسبة لتلك المنطقة يكون أقل من الألف وخمستاش ما يكون كان تسعمية وعشرين هكتو باسكال إذن تسعمية وعشرين هكتو باسكال أعلجت هنا لأن هذه المنطقة بها رياح قوية وقوم بتغير إذن درجة الضغط الجوي بتبيعها بشتكون إذن هي موجودة تحت منخفض الضغط الجوي قيمة الضغط الجوي بشتكون أقل من ألف وخمستاش نكتو باسكال ما تكون كان تسعمية وعشرين نكتو باسكال وانمر للتمليل موالي إذن أعطيني منطقة با ومنطقة منطقة با ومنطقة سي بينا أن المنطقة با موجودة تحت منخفض لضغط الجوي ولا لاحظوا أنه نقربوا للمركز الخلية هنا قيمة الضغط الجوي تنخفض وبتباعة ديما أقل من 1015 نيكتوباسكال إذن هي موجودة تحت منخفض الضغط الجوي تنخفض قيمة الضغط الجوي كلما نقترب إلى مركز الخلية إذن هنا تنخفض المنطقة بي موجودة تحت منخفض الضغط الجوي حدد العلامة المناسبة بمركز الخلية حدد بسهم اتجاه حركة الرياح بالمنطقة بي معلنا جوابك إذا كنت تكون هنا اتجاه حركة الرياح بالمنطقة بي هو عكس اتجاه عقارب الساعة إذن يكون في هذا الاتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة إذن نفس الخدمة مش نعودها بالنسبة لمنطقة سي ولكن المنطقة سي موجودة تحت مرتفع للضغط الجوي إذن والعلامة هي موجبة لماذا مرتفع للضغط الجوي لخطر كلما اقتربنا إلى مركز الخلية قيمة الضغط الجوي في ارتفاع إذن من 1015 1025 1035 هكتو باسكال فلا أنا هكين كن كملت سيسلة من التمارينات على درس الهناء التيارات الهوائية والتكاهنة الجوية وانتو ما كان عندكم أي اقتراح معليكم كانت تتصلوا بإدارة المنصة